الآن الأخبار العاجلة تشير إلى أن سفير أوكرانيا لدى اليابان يؤكد مقتل ثمانية عشر شخصا بصاروخ روسي استهدف أوديسا هذا الصاروخ يأتي بعد صاروخ آخر سقط في كييف على منطقة مدنية وسفير أوكرانيا أكد بأنه لدى اليابان بأنه هناك حاجة لإمدادات من المضادات للطائرات لتعين أوكرانيا على التصدي لهذه الغارات دوي انفجارين الآن في العاصمة الأوكرانية كييف يبدو أن اليوم الثاني من العمليات العسكرية بدأ في أوكرانيا بعد أن أعلنت موسكو يوم أمس أنها نجحت في تحقيق أهدافها خلال اليوم الأول من العمليات وها هي الأنباء تشير بأنه بدأت العمليات حسب نشطاء على تويتر ومصادر صحفية